قيل إن المفاوضات اشترطت وقف الحرب وذاك قول اختص به أصحاب ستوكولم والمفاوضون في السويد لكن الواضح أن مفهوم الحرب تراه الأطراف بما تهوى وإن كان البعض يرى إيقاف الحرب التي لم تتوقف أصلاً محصوراً بالحديدة التي لا تزال الاجتباكات المتقطعة تتسيد المشهد فيها ولأن الحرب هي منهج الميليشيا الانقلابية وقوتها السياسي فقد نقلت المعارك إلى جبهة صرواح التي شهدت خلال الأيام الماضية مواجهات عنيفة حاولت فيها الميليشيا تحقيق اختراق في مناطق سيطرة الجيش الوطني انتهى الأمر بقتل من الطرفين وكبح تقدم الانقلابيين الشاهد من توالي الأحداث الأخيرة السياسية منها وبقاء الحوثيين على عقيدتهم وأسلوبهم الذي دوماً ما يتخذ من المشاورات أو الاتفاقات فرصاً للهروب من الهزيمة وإعادة التموضع ذاك فعلياً ما حدث في مشاورات السويد الأخيرة التي انتهزتها الميليشيا فرصة لإيقاف تقدم قوات الجيش الوطني باتجاه ميناء الحديدة هذا ما حصل فعلياً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر